نحن معكم رح نكون هلأ بإتصال نحن وفراس من الأردن أحد الرابحين من الجايزة الثانية للأسبوع الماضي مرحبا فراس أهلاً وسام ألف مبروك يعني بدأيلك من قلبي ألف مبروك قبرني أول شيء عرفني عن حالك من الأول الله يبارك فيك وسام شكراً لك في كل محظوظتي ومحظوظتي للأميزين أنا فراس القيسي عمري 33 سنة من الأردن صار لي تقريباً 6 سنوات عايش في الإمارات كيف تلقيت خبر أنك فائز بمحظوظ بجائزة مليون درهم؟ لله يعني فرحة كبيرة لا توصف قد ما أقولك شيكت الأرقام وكان يعني مفاجأة كبيرة من الأول أتأكد أشوف الأرقام صح طابع أول ما أتأكدت بالموضوع كان فرحة لا توصف أول ما أتأكدت حكيت مع العيلة من خبرت أول شيء؟ أول شيء الولي وأخواني وصحابي والكل كان معاً بسلق الموضوع وهي رويار في رأس أول ما تطلعت على الأرقام استوعبت أم أرجعت عدتها مرة واثنين وثلاثة؟ يعني عدتها تقريباً عشر مرات عملاً أتأكد بعدين أرجع أتأكد ما أقول يمكن أرقام السحب الماضي هاي لحد ما طلع مزبوط ما هو الرقم اللي ما خليك تسيب الـ 50 مليون درهم؟ اللي هو رقم 13 يعني إتش مراتي أعلم إنه ليس مراتي بس دائماً بنقي رقم 13 إلا هاي المرة ما نقيته أخذت رقم تاني محبب عادة أنت بتختار الأرقام فيه أرقام معينة بتختارها أم تختارها؟ أحياناً أتأكد ثلاثة واحد منهم دائماً فيه أتأكد ثلاثة والثلاثة بالعادة ورح تضلك التابع على الـ 50 مليون؟ أنا قد أتأكد ثلاثة شو بدك تقول لكل يلي يشاركوا بمحظوظ شو رسالتك تقريباً؟ إذا لا تحاولك أتأكد فيها ممكن هذا الأسبوع ما تزبط الأسبوع الجاي تزبط فكتير مشجع الناس تقريباً تقريباً ونحب نشوف هاي الفرحة للكل قبل ما أختم أنا وياك تيراس شو نوي تعمل بهالمبلغ اللي ربحته؟ أنت تقصمت الجايزة مع شخصين تانين وربحت 333 ألف و333 درهم بشكل عام أنا أعتقد أن الجائزة بهاي الطريقة يعني بيهب نهاية ثقفت ففي أشخاص معينين بعرفهم تحتاجهم 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 وفي أشخاص يوجد أشخاص يوجد أشخاص يمكنني تحتاج الموضوع ويوجد أشخاص يمكنني أن يكون الخمسين مليون شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ما بتحفوا أنت يا جماعة الربح والحز بيدكم كل عليكم تعاملوا أنكم تكونوا جاهزين محاضرين اللاينز تبعكم ومختارين الأرقام اللي أنتم تحبون لأنه محظوظ ممكن يغير لكم حياتكم شكرا لكم